بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حسين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم عزيزي طرات وطلبات الصف الاول اعداتي معكم مستقرات الغطي من كانت زكري حساب قص نهارضا ان شاء الله اه احنا اخد درس جبل لابتكلم عن ترتيب اجراء العملات الرياضية. اه درس سهل وبسيط وجابل جدا. اه بداية كده الدرس ده يعني يعتبر يعني ميل الفيسبوك من ناحية اه تلاقي واحد مسلا رفع لك صورة يقول لك للاسكياء فقط. هذا السؤال مش حد يعفل حلوه. كل واحد يدي رقم شكل يقول لك للاسكياء فقط. ثم مسألة اصلا لا لا اسكياء ولا رقم لاسكياء ولا اي حاجة يعني اي حد يحلها. ومش في اي حاجة صعبة خالص يعني. حتى لو جدت حلاب الاقل حسب هتطلع لك غلط. لان المسألة زيت لها نظام معين. بس كدرجة صعوبة لأ ما بش في اي درجة صعوبة خالص. خالص يعني بالمرة يعني. اه يعني هي زي ما انتم عارفين طبعا هي مليانة على الفيسبوك. طيب. الدرس ده سهل سهل جدا. بس بتعمل بنظام معين. اول حاجة لما تيجي تحيل مسألة زي ده هت هتلاقي فيه اه حاجة اسمها عملية رياضية. يعني جدت بصها تلاقي مسألة فهى زائد وعلى. هنا في ونقص وعلى. هنا في وقس ونقص. وهنا في على وهين اقص ونقص وقس اتنين. لا تفرق شوية. طبع. اعمل يا انا مستر اول حاجة اول حاجة تحل القص الاول. القص يعني اول اول حاجة لما تصلاح مسألة فاق سحل القص الاول. تانية حاجة هتحل القص. لو دلقيت فاقس سحل القص. تالت حاجة لم تلاقي فيها ضرب واسمة. تضرب واسمها مع بعض. هتقول ازاي برضو مش فاهم واحنا نحل الوقت ايه. نمر اربعة هتحل الجامعة والطرحة. يبقى اول حاجة يوم ما تحل هتحل اول ايه? الكوس. تانية حاجة يوم ما تحل تحل الاسس. تالت حاجة لما ديجي تحلها يبقى انت هتحل القوس الاول. طب ملقيتش كوس خلاص ادرق حل القس. ملقيتش قس حل الدرب والاسم. ملقيتش درب اسم حل الجامعة والطرحة. هي ده معنى كده ترتيب العملات الحسابية. طبعا وفي كتاب المعاصر عملها بالخطوات. انت ممكن ترجع له. وتشوف هو عملها بالخطوات ازاي? بس بعد ما ايه? ما تسمع الفيديو ده بنزل ده. بس سؤال السؤال ده بيجي اكمل او اختياري. فعشان كده الحال ببقى سارع فيه. طيب. يبقى تاني. ده الترتيب العملات الحسابية. اول حاجة القوس. تاني حاجة القس. تالت حاجة الدرب والاسمها. رابع حاجة. الجامعة والآيه? والطرح. الجامعة والطرح. ده مستطر نحل ازاي بقى? تعال انحل السؤال ده الاول كده من غير ترتب العملات العاملات الرضائية. ازاي انا مستطرن حل ازاي من غير ترتب العملات الجاملة اول? ايه هي؟ اهم حاجة عندي اه اه يعني اتحدد لزايد والناقص. تحدد انا عايز انا عايزك تجيب لي الزايد والناقص. ده بالضبط هنائم له زي الايه؟ سكاكين. بنقطع ايه? بنقطع المسألة. بنقطع المسألة حتة وحتة. انا شوف كزا راسلناك كده وقول بقطع المسألة. عارف انت لما انت تقطع في اللحمة كده والفرخة كده. اه? كده بالزبط نفس الكلام. طلع للزائد والنقص بس. فين الزائد اهو? بس كده. اعمل خط كده. استفدت ايه ده? اه يعني انا استفدت كده استفدت ان ده يتحلل واحده وده يتحلل واحده. بس. الدرس خطر. اتناشر عالستة فهل اتنين بقت تلاتة زائد اتنين تلاتة زائد اتنين خمسة. بس من غير قال حسبها ولا فيه اي مشكلة. فين الزائد والنقص? فين هنا نقص طب اعمل سكينة. ده يتحلل الواحده. اتنين في ستة باتناشر. اربعة على اتنين فهل اتنين. بقت اتناشر ناقص اتنين عشر. زائد والنقص واعمل سكينة اهو. اتنين قصة تلاتة. اتنين قصة ده بكام بتسعة. بتمانية. ااسف. بقت الاربعة في تمانية ده بكام باتنين وتلاتين. ودي ناقص عشرية. اتنين وتلاتين ناقص عشرين بكام? باتناشر. ولا غير قال حسبة ولا اي شي. ازي ادو الناقص يعمل سكينة? اه ادو الناقص. ده يتحلل الواحده. وده يتحلل الواحده. اتنين قصة تلاتة يعني اتنين في اتنين في اتنين. بتمانية? تمانية على تمانية? ما انا بحل دي الواحدة ابي حل دي الواحدة. تمانية على تمانية في الواحد. بقت مية اربعة واربعين ناقس واحد تبقى مية كام? مية تلاتة واربعين. نفس الكلام هنا برضو ازاي ده ده مش ناقص ده اشارة سالم لانا جاي في اول مسألة. ما تحطش الطاش بتاعك يعني. بقى ده الاتنين في التلاتة ده بكم؟ بستة ناقص خمسة يديني كام واحد. ازاي ده ادناس واعمل سكينة ده. ده اتحل الواحد اربعة في سبعة بتمانية وعشرين. وهنا التلاتة قس اتنين بتسعة. بقى التمانية وعشرين ناس تسعة. وطلع الناتج. وهكزا بردون. كل المسائل ده كده. طيب هنا مستفر. حل الكوس الاول. احل الكوس الاول. هو حتى هو في ترتيب العمليات الحسابية. واحل الكوس الاول. سبعة نائس خمسة. ادي كم? اتنين. اتنين قس اتنين باربعة. يبقى كل ده بطلع بكم? باربعة. بقت مية ستة وتسعين على الاربعة. تطلع بكام? تطلع بتسعة وتلاتين. تطلع بتسعة وتلاتين. طيب. اه اه ازاي ونسوحي من سكينه. اهو? ماشي وهو. احل الكوس ده الاول. اربعة نس واحد تلاتة. يبقى كل ده طلع بتلاتة. عشرين على الخمسة اربعة. عشرين على الخمسة. فلا اربعة. اربعة زائد تمانية اتناشر. اتناشر نقص تلاتة تسعة. مش فاهم. تاني. مش فاهم مستر. تاني. نقبر بس شوية كده. عشان انا اصلا نظري احول اصلا. خير الله. اه. تمام? اوات الزياد والناقص اده الزياد وده النقص. ونحل ده الاوات اربعة نص واحد كام تلاتة. يبقى كل ده بتلاتة. يلا. عشرين على خمسة. فهلا اربعة. اربعة زائد تلاتة. اه تمانية اتناشر. اتناشر نقص تلاتة. يدينا كام? تسعة. هنا برضو. زائد ونص واعمل سكينة. مفيش هنا مصر زائد ونص. خلاص. حل الحل الاقاص الاول. سبعة نص اربعة. تلاتة. خمسة نقص تلاتة. اتنين. يلا. حل بقى. تلاتة في اتنين بستة. على. يبقى كل ده. طلع ستة. على. اللي اتنين. هنا. اه. ستة على اتنين فكام? فالتلاتة. هنا احل القص الاول. ستة والسة اتنين. يعني ستة بستة بستة وتلاتين. على اللي اتنين. ما تقولش اتنين فالتلاتة. لا. ستة وتلاتين على الاتنين. ستة وتلاتين. على الاتنين فالتمنتاشر. تلاتة في تمنتاشر في الجنب كده. اربعة وعشرين. اربعة وخمسين. بقى من على يمين. دي هنا ضرب. احل من على يمين. مدام ضربه اسمه احل من على يمين. اربعة قصة اتنين. يعني اربعة في اربعة بستاشر. بقى التسعة بستاشر. على. اتنين قصة اتنين باربعة. اربعة في تلاتة باتناشر. وهكزا. زائد وناس واحد من سكين. اده الزائد. وده الزائد. وده الزائد. وده بنقص. بس كده. يلا احل ده الوحدة. تسعة تلاتة في تلاتة اتنين في تلاتة قس اتنين بتسعة اتنين في تسعة بتمنتاشر يلا ستة زائد تلاتة تسعة تسعة زائد تمنتاشر يبقى سبعة وعشرين سبعة وعشرين زائد حداشر تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين ناقص تمانية اديك كم? تلاتين يا لهوي. تب تعالي على دي. انحل دي يا مستر? نحل الله محلهاش ليه. اديه النقص وهده الزاد واعمل سكينة. ايوا كده. ايوا كده. ايوا كده. باجي عند الزاد والناس وبعمل ايه? سكينة. يلا. احل هي ده الاول? اتنين و سمعين على التسعة? فهالتمانين. اربعة عشرين على اتنين قصة تلاتة. اتنين قصة بتمانية. يبقى اربعة عشرين على التمانية? فهالتلاتة. الو واحد باربعة. عشرة واحد بعشرة. يلا. ستة ناقص خمسة واحد. واحد زائد تمانية تسعة. تسعة زائد تلاتة اتناشر. اتناشر زائد اربعة. ها? ناقص زائد اربعة ستاشر. ستاشر زائد عشرة ستة وعشرين. ستة وعشرين زائد خمسة واحد وتلاتين. هنا زائده ناس واحد من سكينة. حالة ده الاول? عشرين على الاتنين فالعشرة. تسعة في عشرة بتسعين. تسعين زائد عشرة مية مية ناقص تلاتة بكام بسامعة كل المسائل كده. ده شكلها يرام. حل القوس الاقواس المعكوفة دي حلها الاول. دي. سبع ناقص تلاتة اربعة. اربعة ناقص اتنين اتنين. يبقى كل ده مطلع اتنين. اتنين ناقص اتنين زيكو. حل القوس ده الاول. الاقواس المعكوفة. اه خمسة ناقص اتنين تلاتة. بقت اربعة ناقص تلاتة. قلت لها مستر تبعين فاش اقول اربعة ناقص خمسة. لا. حل الاقواس الاول. تلاتة اربعة دقس تلاتة واحد. واحنا اصواحد بصفيرة. احل الكوس ده الاول. خمسة زائد اتنين. خمسة زائد اه احل الكوس الاول. تماني على اربعة فهل اتنين. وهنا اتنين في اتنين على فكرة في اربعة. بعد خمسة زائد اربعة تسعة. تاني. اتنين في اتنين باربعة. اربعة زائد خمسة تسعة. تسعة زائد تلاتة. ديني كام? اتناشر. كل ده الدرس الى كده اولاد ودرس السلو بسيط جدا يا رب لكل انتم فهمتوا مني يا رب يا رب يعني واشوفها لخير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.